قال رئيس الوزراء اليمني علي محمد ماجور ان بلاده لن تقبل اي محاولة امريكية لقتل رجل الدين المشتبى بانتمائه لتنظيم القاعدة انور العولقي على اراضيها واضف ان احدث المعلومات تشير الى ان العولقي لا يزال في محافظة شابوى بجنوبي اليمن مؤكدا انه يرفض وصف اليمن بانه ملاذ للقاعدة كان مجلس الامن القومي الامريكي اعطى الضوء الاخضر للمخابرات المركزية لقتل العولقي الذي يحمل الجنسية الامريكية واصوله يمنية وتتهمه واشنطن بالارتباط بالقاعدة وتعتقد انه يختبئ في جنوب اليمن